نعم بالفعل لليوم الثاني يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي اقتحام مخيم ومدينة جنين شمال الضفة الغربية عملية الاقتحام لا زالت مستمرة على وقع الدفع بمزيد من التعزيزات واستمرار حملة المداهمات من منزل إلى آخر العملية حتى هذه اللحظة تتركز بشكل كبير ولافت باتجاه مخيم جنين حيث يواصل الاحتلال شن حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت اكثر من 150 فلسطينيا ولربما يفوق الرقم ذلك بكثير قبل قليل نادي الاسير الفلسطيني افاد انه لا احصائية دقيقة في ظل استمرار عمليات الاعتقال الليلة الماضية اصدر نادي الاسير بيانا قال بان الاحتلال الاسرائيلي اعتقل مئة فلسطيني ولاحقا تم الافراج عن سبعين منهم على حاجز سالم الى الغرب من المدينة فيما تتواصل ميدانيا عمليات مداهمة واعتقال من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال الليلة الماضية شهدت تطورات بتوسع رقعة المواجهات وتحديدا الى المنطقة الشرقية من المدينة حيث قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي بواسطة صواريخ موجهة عددا الان نستمع الى اطلاق نار في محيط المنطقة الشرقية من المخيم حيث تشاهدون تمركز الاليات العسكرية الاسرائيلية في تلك النقطة مجددا اطلاق الرصاص تستمعون الى هذا الصوت الان نستمع مجددا الى اصوات الرصاص في هذه النقطة وتحديدا في محيط المدخل الشرقي لمخيم جنين خلال ساعات الليل قام جيش الاحتلال بقصف منزل مطارد من كتيبة جنين قصف المنزل بصاروق موجه وادى ذلك الاشتعال النيران به اتت النار على كل شيء واحدث دمارا واسعا في المنطقة الشرقية من المدينة اي على بعد نحو 4 الى 5 كيلو مترات من هذا الموقع من الاطراف الشرقية للمخيم باتجاه شرق مدينة جنين وبطبيعة الحال تم تفجير عدد من المنازل وتفجير وتدمير عدد من المحال التجارية حقيقة كأن زلزال اصاب المخيم وحارات المخيم بفعل هذا الاقتحام قبل قليل كنت اتحدث مع احد المواطنين داخل المخيم وتحديدا على المدخل الغربي اكد لي بان بعض المنازل تحوذت الى تكنات عسكرية الان تبادل لاطلاق النار وليس اطلاق نار بل تبادل لاطلاق النار نستمع اليه في اطراف المنطقة الشرقية في هذه اللحظات قبل قليل اشتعلت النيران في ثلاثة منازل على الاقل نتيجة الاستهدافات الاسرائيلية المتكررة في المنطقة وبالمناسبة جيش الاحتلال الاسرائيلي تحديدا بالاعتماد على رواية الشهود والمواطنين من داخل المخيم يقولون اذا ما استمر الاقتحام ليوم اخر فان ذلك يعني البدء بكارثة انسانية المواطنون داخل المخيم غير مستعدين لحالة حصار بهذا الشكل بمعنى قبل قليل وكنت اتحدث لأحد المواطنين السيد اشرف النباني من داخل المخيم يقول بانه يعني لديهم نقص في طبيعة المستلزمات الخاصة بالاطفال الشراب والطعام والحليب واذا ما استمر هذا الامر فيعني ان الجميع سيكون معرض للمشهد الصعب حقيقة والانساني داخل المخيم في منطقة الهدف وهي اقصى ما نشاهده في الصورة الان هناك عملية مداهمة ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي بشكل كبير باتجاه المنطقة من منزل لاخر بعض المنازل تحولت لثكانات عسكرية واللافت ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يبحث عن صورة انتصار خلال اقتحامه لمخيم جنين بعد مقاطع الفيديو التي اظهرت سخرية الجنود وفرحتهم عند تفجير احد المنازل في بعض الصور المتداولة عبر الحسابات الاسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي رفع جنود الاحتلال العلم الاسرائيلي فوق الناد الرياضي الذي كان يتخذه المقاومون الفلسطينيون مكانا للاحتفالات وتأبين الشهداء في المخيم وفي بعض المناطق تم كتابة الانتقام السابع من اكتوبر وبالتالي هي رسائل ميدانية متواصلة عبر هذا الاقتحام المستمر طبعا يتزامن هذا الاقتحام مع ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يواصل تحريك الاليات بشكل نشط في عدد كبير من المناطق قبل تقريبا نحو اقل من ساعة كانت مداهمة في تلك المنطقة ما تعرف بمنطقة الاحراش هذه المنطقة تقع الى الاطراف الغربية اقصى الاطراف الغربية من مدينة جنين وكذلك مقيم جنين داهم جيش الاحتلال هذه المناطق وحاصر منزلا ايضا يعود لأحد المقاومين الفلسطينيين لكنه لم يكن في المنزل وفشل جيش الاحتلال في اعتقاله فقام باعتقال عدد من المقربين واشقاء الشاب وكذلك ايضا تنفيذ حملة مداهمات مستمرة في تلك المناطق بمعنى ان الاقتحام بلغة الارقام يعني اننا نتحدث حتى هذه اللحظة عن قرابة عن سبعة شهداء ولم يدفنوا حتى هذه اللحظة في ظل استمرار الحصار على المستشفيات وعن نحو 15 اصابة واكثر من 150 حالة اعتقال في المخيم منذ السابع من اكتوبر وفق نادي الاسير الفلسطيني فان الاحتلال اعتقل 400 فلسطيني من مدينة ومخيم جنين في حملة الاقتحامات المستمرة والمستعرة في المنطقة بلغة الارقام ايضا عشرات المنازل تم تدميرها اما بشكل جزئي وكلي وتخريب وطبعا تدمير مقتنيات هذه المنازل بخلع الابواب النوافذ غرف المعيشة عمليات التفتيش يعني غالبا ما تتزامن بتحطيم جزء من المركبات تدرر بشكل جزئي وجزء اخر تدرر بشكل كامل تم طحنه بواسطة الجرافات الاسرائيلية الضخمة التي تشارك في هذا الاقتحام بالاضافة الى ان هناك عدد كبير من المحال التجارية ونقاط البيع المتنقلة للعائلات داخل المخيم تم تدميرها بواسطة جيش الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي المشهد كبير هذا ايضا يتزامن مع حملة مداهمات نفذها جيش الاحتلال في قرى كفردان السيلة الحارثية واليمون وهي الى المناطق الغربية من مدينة جنين وهي طريق تعزيزات القادمة من المحور الغربي حيث تعرض جيش الاحتلال خلال ساعات الليل لعمليات اطلاق نار مكثفة والاستهدافات بواسطة المقاومة الفلسطينية على الاطراف الغربية من المدينة فقط في عجالة جيش الاحتلال اعتقل فتى بعد ان اصابه بمدينة قلقيليا صباح هذا اليوم واعتقل ثلاثة فلسطينيين من بلدة بيت ايبة غرب نابلس واخر ثالث من داخل البلدة القديمة بمدينة نابلس ويشن في هذه اللحظات حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت اكثر من عشرة شبان فلسطينيين من بلدة تلفيت الى الجنوب من مدينة نابلس خالد بدير مراسل الغد من جنين شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر